أهلاً بكم في هذا الحوار الخاص والمتعلق في بيان صدر من وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من البيانات المتعلقة برد مرتقب ضد إيران بعد الهجوم الذي تم وتهمت به إيران بأنها هي من قامت به ضد إحدى السفن الإسرائيلية قبالة شواطئ عمان دعونا ندخل في هذه التفاصيل على الشاشة بيان الخارجية الأمريكية اطلع على الكثير من الأمور وكشف بأنه كان هناك طلاعاً على تفاصيل استخبارية مهمة تؤكد أن إيران رغم نفي الخارجية الإيرانية بأن ليس لهم وقالوا بأن لا علاقة لهم بهذا الهجوم الذي تم أكد بيان الخارجية الأمريكية بأن إيران ظليعة في هذا الهجوم وبأن هناك سيكون رد ورد وشيك للغاية هذا هو أهم مقطع لبيان الخارجية الأمريكية شوف شنو اللي قال البيان نعمل مع شركائنا على دراسة خطواتنا التالية ونتشاور مع الحكومات في المنطقة وخارجها حول الرد المناسب والذي سيكون وشيكاً وكذلك بأخبار عاجلة قبل ساعة تقريباً من الآن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد بأنه يجب على إيران أن تدفع الثمن وكان أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث أيضاً قبل تقريباً عشرين دقيقة عن طبيعة الرد الإسرائيلي المرتقب فبالتالي نحن أمام ضوء أخضر لهذا الهجوم كيف سيحدث وأين سيحدث ومتى سيحدث تظل الأوقات والساعات القادمة هي كفيلة بالإجابة على هذا الموضوع وهذا الرد يأتي لعدد من العوامل الكثيرة واحدة من أهم العوامل هي العوامل وعامل الهجوم الذي تم بالطائرة المسيرة على هذه الناقلة النفطية طائرة المسيرة كانت دقيقة للغاية في طبيعة هذا الهجوم الذي تم حيث أن الناقلة النفطية كانت متحركة عندما تم الاستهداف بالطائرة المسيرة حقيقة على غرفة المعيشة تحديداً وبغرفة المعيشة قتل اثنين من الطاقم وبالتالي هذا يؤكد على أن الأكيروسي كانت مئة بالمئة دقة عالية جداً في هذه الضربة ويؤكد أنه الآن الأهداف المتحركة تستهدفها إيران بدقة عالية باستخدام الطائرات المسيرة وإذا أرادوا استهداف ناقلة من أي اتجاه ممكن أن تأتي بأي اتجاه بكل سهولة كبيرة جدا وطبعا هذا يعتبر تطور كبير جدا في طبيعة الاستهدافات في الطائرات المسيرة في المنطقة ممكن أن نراه على شكل متزايد طبعا وهذا يعني باختصار شديد جدا بأن كل السفن الموجودة على الموانئ مثلا على سبيل المثال في عمان أو في الإمارات في دبي أو الفجيرة كما كانت هذه الناقلة هي متوجهة فإن حتى عمليات المدود جزر لهذه الناقلات أو هذه السفنية تعتبر أيضا حركة ولكن تعتبر هدفا سهلا بالنسبة للطائرات المسيرة الإيرانية بهذا الشكل وهنا الخوف من الموضوع أن الطائرات المسيرة من السهل جدا لإيران أن تقول وتتبرأ من هذا الهجوم كون أن الطائرات المسيرة ممكن أن تنطلق من أي مكان وأن طائرات المسيرة إحدى آخر أهم الطائرات المسيرة التي انتلكتها إيران تصل بحسب هم ما قالوا وزعموا تصل إلى سبع تالاف كيلومتر أي بما معنى أن الطائرات المسيرة تستطيع أن تصل إلى البحر المتوسط بل تصل أيضا إلى أوروبا وأن تحقق أهدافها بسرعة كبيرة جدا وكذلك الخوف الأكبر بالنسبة لهم بالنسبة لواشنطن وغيرها وحتى إسرائيل بأن تنقل هذه التكنولوجيا وهذه الدقة التي ظهرت بها من هذا الهجوم إلى مثلا إلى الحوثين وبالتالي الحوثين يستخدموها ضد المشآت النووية السعودية على الرغم من تحسن السعوديين في طبيعة المنظومات الدفاعية لكن هذه الدقة قد تدلل بأننا أمام تقدم خطير جدا في المنطقة وإيضا ممكن أن تنقل أيضا للفصائل المسلحة والميليشيات المغالية لإيران في الداخل العراقي والتي لها نواية واضحة جدا باستهداف القوات الأمريكية رغم تحولها إلى قوات تدريبية من قوات قتالية إلى قوات تدريبية وبالتالي هذا الأمر أيضا يشكل خطرا على القوات الأمريكية رغم أن السفير الأمريكي أكد لنا بشكل خاص عبر دائرة اتصال مغلقة بأنهم يحتفظون بحق الرد ولكن نحن نتحدث عن الطائرات المسيرة هنا هارتز الإسرائيلية هنا على هذا الأساس اعتبرت بأن هذه فرصة كبيرة جدا لإسرائيل ما يحدث الآن؟ فرصة كبيرة لكي تحقق المكاسب السياسية التي تبحث عنها في الاتفاقية النووية خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن قريبة جدا اتفقوا على الكثير من الأمور مع إيران تفادوا الكثير وتعدوا الكثير من الخلافات بقيت قضية الصواريخ الباليستية قضية الميليشيات بشكل أو بآخر وقضية الضمانات المطلوبة التي تطلبها إيران حول الاتفاقية النووية من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أنه إذا أجدت حكومة فيما بعد من الحكومات الأمريكية ألا تنسحب وبالتالي صير الأمور ثابتة بالنسبة للاتفاقية النووية فبالتالي إسرائيل فرصتها كبيرة في ضياع وإنهاء هذه الاتفاقية النووية كما تهدف إلى ذلك خاصة إذا ما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا قاموا بضربة مشتركة ضد إيران وإيران أصلا توعدت بالرد وبقوة على هذه الأطراف إن قامت بأي هجوم وقد يكون هنا العراق كبشة فداء وهذا الأمر الذي تحدثت عنه أيضا هارتز الإسرائيلية في حالة عودة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى هذه الاتفاقية حتى ان تمت بعد هذه الضربة وبالتالي العراق على ما يبدو في موقف صعب في هذه المواجهة شوف شون اللي قالتها هارتز في حالة التوقيع أو في حالة التوقيع على الاتفاق الدولي بفيينة هذا قد يعني نهاية الفصل النووي للغرب ضد إيران ولكن عندئذ يمكن أن تنفتح الساحة العراقية بأكملها بكل قوتها وهذا ما جعل الأوساط الأمريكية وذهل الأمريكية تحديدا اليوم تتحدث عن طبيعة السياسة التي تخذوها في العراق وانسحاب المنظومات الدفاعية وتحويل القوات من قوات قتالية إلى قوات تدريبية وتساءلت ما إذا كانوا أعداء الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا طريقا للانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المسيارات والميليشيات وغيرها من هذه الأساليب التي يستخدمونها بكل تأكيد ترجمة نانسي قنقر